تسأل هل سقي الماء في مكة أو المدينة يضاعف الأجر عن بقية المدن أختي سارة بارك الله فيك أنا لا أحفظ نص في هذا أن سقي الماء في مكة أو المدينة يضاعف الأجر عن بقية المدن الذي أعرفه أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة و صلاة في المسجد النووي ألف صلاة لكن العلماء من مجموع النصوص قالوا بأن الأعمال الصالحة تضاعف الأماكن الشريفة مضاعفة كيفية يعني الصدق أعظم التسبيه أعظم لكن ما فيها عدد وهذا يحتاج إلى الدليل في الواقع لكن أخذه من عمومات نصوص في القرآن والسنة ولكن أحيانا يا أخت الفاضلة قد يكون سقي الماء في مكان غير مكة أفضل خاصة في الأماكن التي فيها جفاف وفيها فقر مثلا في بعض البلاد اللي نشوفها الآن في الأفلام الوثائقية المقاطع هذه كيف يصورون ناس بؤس وفقر وسحق هذول صدقة الماء عليهم والطعام أفضل بني أن نروح مكة ولله الحمد للخيرات كثيرة وأعتقد ما في حاجة هناك فينتبه الإنسان لهذا فإذلك بعض الناس الآن يركز على مكة مثلا والخير كثير ولله الحمد لكن فيه أناس والله إن الصدقة عليهم أفضل من بناء المساجد والله إن الصدقة عليهم أفضل من بناء المساجد لماذا؟ لأن هذه أنفس معصومة على حافة الموت على حافة الموت والمساجد الحمد لله وجعلت لأرض مسجد وطن وأنا لا أقلل من قيمة بناء المساجد لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله ولو كمفحصي خطابنا الله له بيتا في الجنة لكن نحن في باب التعارض في باب الضرورات نقدم ماذا؟ فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم